في الوحدة دي هنتكلم مع بعض على الترز الأفاس والتصميم الداخلي وهنتكلم بصورة أوسع عن الترز التاريخية عشان يبقى اختيارك للقطع الأفاس يبقى مبني على أساس سليم لازم تبقى عارف ايه هي الترز التاريخية للأفاس والتصميم الداخلي مش بس عشان ممكن يجيلك عملة بيفضلوا تراز معين لكن كمان انت كمصمم لازم تبقى عارف ايه الأبعاد التاريخية والثقافية اللي وراء اي قطعة أفاس انت عايز تستخدمها كل قطعة أفاس وكل تراز من الترز اللي هندرسها لها ظروف تاريخية واقتصادية وثقافية قدت لظهرها ده يخليك تعرف ايه السبب اللي يدفعك ان انت تختار قطعة الأفاس المعينة دي وكمان توصل لأقصى استفادة ممكنة من الفراغ المطلوب تصميمه برضو هيبقى عندك خلفية او فكرة عن ازاي تقدر تمزج الترز دي مع بعض وايه الترز اللي ماينفعش تتمزج مع بعض يعني مثلا لو عميل جالك ومش عارف ايه التراز اللي عايز يستخدمه بس هو في دماغه انا عايز استخدم تراز من التراز التاريخية بس تكون في زخارف قليلة او ما يكونش مبهرك بزيادة ساعتها على طول انت هتعرف ان انت هتختار تراز معين اللي هو في الحالة دي انا براشرح النيو كلاسيك على سبيل المثال فادراكك للغة التصميمية وللظروف اللي ظهر بسببها كل تراز هيخليك تعرف تحقق الرضا للعملاء بتوعك التراز هو مجموعة من العناصر زي الاثاس الاكسسوارات وحدات الاضاءة وطريقة انهاء الجدران بتشترك في المواصفات العامة بتاعتها زي اللغة التصميمية الخامات اللي استخدمت في تصنعها المجموعة اللونية اللي بتستخدم في التراز بيشتركوا كمان في المكان اللي تصنعوا فيه وفي الفترة الزمنية اللي تصنعوا فيها زي المثال اللي قدامي لتراز لويس الخمسطاشر اللي اتعمل في فرنسا في الفترة من 1715 ل 1774 مجموعة العناصر دي هي اللي بتخلينا نفرق ما بين تراز والتاني عشان كده بعض الاساليب اللي بتشتهر بانها ترز هي في الحقيقة مش ترز ولا حاجة زي مثلا البوهو او الاندستريال لان هي بتعتمد على مظهر مميز لكن العناصر بتاعتها مش بتشترك في صفات واحدة يعني مثلا البوهو مفوش قطعة اثاس مميزة لي لكن بيتم فيه استخدام بلدة الوان ارضية بيتم فيه استخدام اثاس مصنوع من الخشب بيتم فيه استخدام موتيفات مستوحية من حضارة الروماني وبيعتمد بصورة اساسية على فكرة المزج ما بين الاكسسوارات اللي بتعبر عنها الرحلات المختلفة لصاحب الفراغ لكن مقدرش اشاور على قطعة افاس معينة قول اه القطعة دي بوهو مثلا بعكس الطرز التقليدية ان انا ممكن اشاور على قطعة افاس من تراز معين واقول اه دي تراز لويس الخامس عشر على سبيل المثال نفس الكلام بالنسبة لبعض الحاجات المشهورة هي طرز في حين ان هي محاكاة لمظهر بصري زي مثلا ما يقول لك الطرز فرعوني او طرز افريقي مفيش حاجة اسمها كده لكن في محاولة محاكاة لطابع بصري مميز او محاولة استلهام عناصر بصرية مميزة لحضارات او ثقافات معينة يعني مثلا طرز الافريقي مفيش حاجة اسمها طرز افريقي لكن في مظهر مستوحة من الثقافة الافريقية بيعتمد على استخدام الوان المشبعة بالذات الالوان المستوحة من الوان الوحدة الافريقية لايه الاحمر والاصفر والاخضر والازرق تعتمد على استخدام الانيمال برينس او الزخارف المستوحة من جلود الحيوانات لكن في المقابل مش هتلاقي قطعة اثاث شكلها افريقي مثلا لا زي الصورة الادامي دي قطعة الاثاث معظمها كونتنفروري او معاصرة بس معالجة الجدران معالجة السجاد والالوان المستخدمة في الفراغ بتدي نوع من انواع الاحساس بالطابع الافريقي في العادي بنقسم الطرز لثلاث انواع الطرز التقليدية او التاريخية وهي الطرز اللي استمرت لحتى نهاية القرن التاسع عشر الطرز الحديثة او المعاصرة اللي هي الطرز من بداية القرن العشرين وهاجة اسمها الطرز الانتقائية او الاكليكتك ستايلز ودي اسالي من تصميم الداخلي اللي بتعتمد على مسج العديد من الطرز بنظام معين هنا في شوية غلطات بيقع فيها الناس المتعاملة مع التصميم الداخلي ان هما بيقولوا مسميات خطئة زي مثلا اشهر خطأ ان احنا بنقول على الطرز التاريخية لفظة كلاسيك المقصود بالطرز الكلاسيكي هو الطرز المميز للعمارة الاغريقية الرومانية بيقع العناصر المشهورة بتاعتها زي الاعمدة الاغريقية والافاريز والكرانيش والاسقف الجملونية برضو من الغلطات ان احنا بنقول كلمة نيو كلاسيك على قطع الاثاس اللي تم معالجتها بصورة معصر زي ان انت مثلا تشيل من الزخارف او تشيل الوان الدهانات لكن المصطلح ده هو اسم لطراز محدد في القرن الثمنتاشر ما كانش فقط طراز في التصميم الداخلي لكن كمان كان طراز للعمارة وايضا حركة مشهورة جدا في الفنون التشكيلية دلوقتي بعد لما اتكلمنا عن تعريفات مهمة خاصة بالطراز المرة اللي جاة هنبتدي نتكلم عن اهم الطرز التاريخية وتركزنا في الفصل اللي جاي ده كله على الطرز الفرنسية موسيقى